قضية تسرب الغاز تشغل الرأي العام الدولي والسويد تحمي مشاعتها النووية روسيا تضم المناطق الأوكرانية غدا وفنلندا تغلق حدودها أخبار سويد من الكمبيس أهلا بكم ما زالت قضية تسرب الغاز في بحر البلطيق تجد صدا كبيرا في السويد اليوم أعلن خفر السواحل اكتشاف موقع رابع للتسرب فيما تحدث خبير زلزال عن احتمال وقوع انفجار ثالث في المنطقة بعد أن كان الحديث عن تفجيرين تسرب الغاز دفع السلطات إلى تجديد الإجراءة الأمنية حول محطة الطاقة النووية خصوصا بعد أن قال الجهاز الأمن السابو إن التهديد للتوسيع أو إن التهديد قد اتسع لسويد عسكريا ومدنيا هذا وقد كانت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها مكدالين أندرشون ورئيس عملية خفر السواحل يوهان نورمان عقد مؤتمر صحفي أمس تحدث فيه عن ثلاثة مواقع لتسرب الغاز الأمر الذي أثار استغراب وسائل الأعلام حيث ظهر اليوم أن خفر السواحل اكتشفت منذ ظهر الأمس التسرب الرابع وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام اليوم أن خبراء سويديين حذروا مبكرا من إمكانية تعرض خط الغاز نوردستريم واحد لهجمات قبل ثلاث سنوات من بديء إنشائه وصلت الخبراء الضوء بشكل خاص على إمكانية تفجير الأنابيب وجه في التقرير الصادر عن معهد الأبحاث حينها أن خط الدفاع ضعيف جدا حيث يمكن لغواص واحد تفجيره إعداد التقرير جرى حينها بتكليف من وزارة الدفاع وأشار بشكل خاص إلى التهديدات المحتملة المرتبطة بروسيا بعد إعلان روسيا التعبئة الجزئية وحج دلالة في من قوات الاحتياط أعلنت موسكو اليوم أن قرار ضمها أربع مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي سيتخذ غدا قادة المناطق الموالونة لروسيا وصلوا إلى موسكو وطلبوا رسميا من الرئيس فلاديمير بوتين ضم المقاطعات إلى الاتحاد الروسي القادة استندوا في طلبهم إلى نتائج الاستفتاءات التي رفضتها أوكرانيا والقوى الغربية ووصفتها بالمزورة وأعلن الكريملين الأمس أن بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقات الضم وسيلقي خطابا وفي المقابل تؤكد القوى الغربية أنها لن تعترف بضم المقاطعات الأربع إلى روسيا وتسعى لفرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم أغلق حدود بلادها في وجه المواطنين الروس اعتبارا من الغد الجمعة وقال وزير الخارجية بيكا هافستو أن تفجير خطوط الغاز في بحر البلطيق وما يسمى بالاستفتاءات في أوكرانيا سرع من قرار الحكومة وكان حوالي 66 ألف روسي عبروا الحدود إلى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان التعبئة الجزئية في البلاد ووصل ثلث العدد إلى فنلندا أمام أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار أعطى الاتحاد الأوروبي اليوم الضوء الأخضر للسويد لإلغاء ضريبة الطاقة على البنزين والديزل مؤقتا ويمكن من خلال ذلك أن يخفض من سعر البنزين بحوالي ثلاث كرونات والسعر الديزل بمقدار كرون واحد على مدى ثلاثة أشهر القرار أتى استجابة لطلب قدمته الحكومة السويدية نيابة عن البرلمان للمفوضية الأوروبية ودعت فيه إلى عفاء السويد من شروط الاتحاد الأوروبي والسماح بإلغاء ضريبة الطاقة تماما على الوقود لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعد موافقة الاتحاد فإن الأمر متروك الآن للحكومة الجديدة فيما إذا كانت تستفيد من الإعفاء وفي حال أوفت أحزاب المحافظين وديمقراطي السويد والمسيحين الديمقراطيين بوعودها الانتخابية بخفض أسعار الوقود فمن المحتمل أن تلغى الضريبة مؤقتا نقابات المعلمين في السويد تحذر من خطر الإضطرار لإغلاق 200 مدرسة في البلاد نتيجة لنقص المعلمين اليوم أغلقت مدرسة فيتانجي في كيرونا أبوابها أمام الطلاب بسبب النقص الحاد وحدث الأمر نفسه في مدرسة نياراكت في البلدية نفسها قبل أسبوعين وكانت نقابة المعلمين في كيرونا طالبت بوقف العمل في المدرسة استنادا إلى القانون المعروف باسم التوقف عن العمل حماية للموظفين لأن نقص الموظفين يسبب عبء عمل كبير للغاية على المعلمين في المدرسة ووفقا لنقابات المعلمين في السويد فإن أكثر من 200 مدرسة لديها عدد أقل من المعلمين مقارنة بالمدرستين رئيسة اتحاد المعلمين يوهانا أوستراند قالت أن هناك قواس مشتركة بين هذه المدارس فمعظمها مدارس مستقلة أو ريفية أو تحوي نسبا عالية من الطلاب من خلفيات أجنبية النقابية اعتبرت أن ذلك يظهر عدم وجود فرص تعليم متساوية في السويد اليوم ثلاثة أطنان من المخدرات كانت مرشجها إلى السويد جرى إقافها في الإكوادور شحنات موز كانت تحوي كمية كبيرة من الكوكايين أوقفتها الشرطة الإكوادورية على فترات مختلفة فيما أعلنت الجماليك السويدية اليوم أن الشحنات كانت متوجهة إلى ميناء هيلسنبوري كمية كبيرة من هذه المخدرات كانت مخصصة للسوق السويدية في حين كانت الخطة تقضي بتوزيع قسم منها في أوروبا عبر ميناء بريمنهافن في ألمانيا وعن سبب شحن المخدرات إلى هيلسنبوري بالتحديد قال مسؤول في الجماليك السويدية أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن سبب ذلك لكن كمية كبيرة من البضائع من أمريكا الجنوبية تأتي بهذه الطريقة بهذا الخبر نصل إلى الختام للمزيد مع عليكم سوى زيارة موقعنا الكمبيس.se إلى اللقاء